شماب وبرو روح قديش حاضلوغ شاريرو آمين لا تدعو لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات إخوتي الأحباء بعض الذين يسمعون هذا القول ويعرفون أن الكتاب المقدس يوصف بأن يكرم الإنسان أباه وأمه يكرم الإنسان أباه وأمه يتساءل كيف السير المسيح يقول لا تدعو لكم أبا على الأرض الكتاب المقدس الذي على لسان الملاك جبرايل بشر العذراء أن يسوع المسيح المولود منها سوف يرث عرش داود أبيه ويسوع هو ابن داود ابن إبراهيم كيف ينهى يسوع عن أن يدعو الإنسان أحدا أبا على الأرض هل في الكتاب المقدس تناقض هل في تناقض مع قول السيد المسيح من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني؟ طبعا لازم نفهم أولا ما هو مفهوم التناقض لكي نستطيع أن نجيب على هذا السؤال إذا قلت مثلا الأسبوع الماضي إلياس كان في الكنيسة وكان في القدس وقلت أيضا إلياس نفسه الأسبوع الماضي لم يكن في الكنيسة ولم يكن في القدس بالظاهر تناقض ولكن يفهم الكلام بمعنيين مختلفين يقول إلياس كان في القدس قاعد على المقعد بالجسد ولكن رأسه لم يكن في الكنيسة لم يكن في الكنيسة كان يفكر بغير محل وبالتالي هو لم يكن في الكنيسة ولم يكن في القدس وبالتالي القولين ولو بالظاهر متناقضان ولكن نينتهم مصبوطين وإذا أردنا أن نطبق ذلك على قول السيد المسيح لا تدعو لكم أبا على الأرض وفي مكان آخر يسوع يوبخ الفريسيين أنهم لا يكرمون الأب والأم حسب وصية الرب بل أحل محلها تقاليدهم إلى آخره في يشوف أنه ما في تناقض بين الأمرين إذا كان المعنى المقصود هو واحد والمعنى المقصود بقول السيد المسيح ليس المعنى الحرفي أن لا يدعو الإنسان أبا على الأرض ليس بالمعنى الحرفي طبعا ولكن بالمعنى الروحي وما هو المعنى الروحي المقصود بكلام السيد المسيح أن لا يدعو الإنسان أبا على الأرض هناك أبوة من أنواع مختلفة يوسف خطيب مريم ولو لم يكن أب ليسوع بالجسد ولكن كان عنده أبوة روحية بالتبني مريم عندما أضاعت يوسف يسوع وجده في الهيكل قالت له لماذا فعلت بنا هذا هو أبوك وأنا كنا نبحث عنك تعبنا في البحث عنك فإذا أبو يوسف هو أب ليسوع ولو هو أب بالتبني أب روحي هذه أبوة روحية اليهود أيضا دعاهم السيد المسيح أنتم من أب هو إبليس لأن أعمال أبيكم تريدون أن تفعلوا فإذا لأنه تشبهوا أيضا بإبليس فصار فيها العلاقة تعلموا من إبليس فإبليس هو معلمهم وهو بالتالي أبوهم هاي كمان نوع من أبوه روحية ولو هون بالمعنى السلبي مربولوس الذي بشر في كورانتوس في تسالونيكي إلى آخره كان يدعو الذين بشرهم أولادي أولادي الأحباء كان تيتوس تيموتاوس هو يقول يا ابني تيتوس يا ابني تيموتاوس هو الأولاد روحيين يقول لأهل كورانتوس وإن كان لكم ربوات من المرشدين وإن كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس أباء كثيرون لأني أنا ولدتكم بالإنجيل في يسوع المسيح يعلمهم أنه هو الأب الذي ولدهم بالإيمان الولادة الجديدة من الله بالإيمان التي تحدث عنها إنجيل يحنى عندما قال أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه هاي الولادة الجديدة أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ولدوا إذن الولادة الجديدة بالإيمان من الله تجعلنا نحن أولاد الله وهون هالأبوة هي فريدة أبوة الله التي تلد البشر الذين جددت طبيعتهم بعد الفداء بعد الخلاص بيسوع المسيح هذه الولادة لها أب واحد في السماء هو الآب هذا الذي ندعوه أباناً الذي في السماوات وعنه يقول عنه يقول مربولوس أبي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل أبوة في السماء وعلى الأرض الذي منه تسمى كل أبوة في السماء وعلى الأرض هو أصل كل أبوة ليش؟ لأنه هو أصل الحياة مثل ما قالنا الحياة الجديدة التي تعطى بيسوع المسيح هي حياة أبدية نحن نأخذ من أبائنا الجسديين حياة جسدية أرضية فانية ولكن من الله بسمي مربولوس أبي الأرواح نأخذ الحياة الأبدية وشين هيك؟ هذه الحياة لها أب واحد هو الأب الذي في السماوات شيء آخر يتفرد به الأب الذي في السماوات هو أنه يعطي هذه الحياة ويعطي معها الحرية خاصية الأب على الأرض أن يقود ابنه إلى النضج إلى الحرية ونحن أيضا في أن نقول على المستوى الروحي الأب الوحيد الذي يقود الإنسان ليصير إنسانا ناضجا حرا هو الأب السماوي يصير حرا بالمعنى الروحي حرا من الخطيئة غير مستعبد للخطيئة ولأهواء الخطيئة هذه الحرية فقط نقتنيها بالولادة من الآب السماوي دور الآباء أن يقودوا مثل الآب السماوي أن يتشبهوا به أن يقودوا أولادهم إلى النضج إلى الحرية لما يكون الإنسان قاصر يكون تحت وصي تحت مؤدب بده من يربي من يكبره إذا كان الأب يتشبه بالآب السماوي هو الذي يعرف كيف يقود ابنه إلى النضج إلى الحرية الكاملة وهون مدرسة في التربية هذه للأجيال تعليم المسيحي في هذه النقطة مدرسة في التربية للأجيال وللأهل كيف يجب أن يربوا أولادهم الأهل الذين يقمعون أولادهم يجب أن يكون قاصرين حتى لو كبروا بالعمر هذه التربية سيئة لأنها لا تقود إلى النضج إلى الحرية إلى الاستقلالية ونرى كثيرا بعيالنا كيف ممكن مرات الأهل يبقوا يسيين يبقوا يخلوا الأولاد شوف يفهمك وكرب تكبر تفهم هلأ أنت ما تفهم شيء إلى أخير يعملوا الأولاد بنوع من القمع إذا كان الولد مثلا يحلم يقول أنا حابب عيش بعالم ما فيه حرب ما فيه سلام كل العالم بتحب بعضها ما فيه قتال ما فيه خصام يقول الأهل وإنك عايش أنت عم تحلم تشوفوا الأهل كيف بدل ما يشجعوا أولادهم ويعلمون يحطون على السكة على الخطوة الأولى للوصول إلى هذا الحلم اللي بيحلموا فيه يصيروا يحكم مع أولادهم أنتوا عم تحلم وخليكم على هالأرض وبيقتلوا لهم أحلامهم في أحد الأباء كان خارج إلى البستان نزل إلى الحديقة تبع بيته وابنه لحقه بقى ماشي الأب وشتة والأرض يعني فيها شوية يتوحل وهيك فبيمشي الأب بالبستان ابنه وراه بلحق دعسات بيه وين بيمشي البي بيمشي ابنه الابن بيطلع على البي بقال له وين أنت عم تمشي على أثار دعساتك أنا عم بيمشي تما أخذ وحل تما يدعس بالوحل هيك بعرف حالي بيمشي بأمان بلحق دعساتك بقي ومسط منه قال له كثير منيح هيك عم تنتبه عم تلحق خطواتي تقتفي آثاري هيك كثير منيحة لما تدعس بالوحل ولكن إذا بس مشيت هيك أنت مش رح تترك أي أثر خاص فيك مش رح تترك أي أثر ولو قدر أنه ابنه يلحقه وماشي ويتعلم منه حلو كثير ولكن إذا بده أيضا أن ينمو هذا الطفل يجب أن هو أيضا يكون له آثار ودعسات مختلفة عن الآثار تبع بيه يترك هو أيضا آثار وهذا البي كان متيقن كيف يمكن أن يترك ابنه ينمو فإذا الآب السماوي يعلمنا أنه يجب أن نجعل من يتعلمون منا لهم بمثابة أبناء روحيين لنا أن ينمو في النضج في المعرفة إلى ملء قامة المسيح يعني منشركهم بكل ما هو لنا ما في باي بيقول هيدا الشيء أنا بعرفه بش أعلمه لأولادي هيدا الشيء لألي ما بعطيه لأولادي هذا الشيء يناقض الفكرة المسيحية عن الأبوة الله الآب شاركنا في كل شيء أول شيء أعطانا ابنه حياته والذي جاد بابنه كيف لا يعطينا معه كل شيء سيد المسيح هو نور العالم قال عن نفسه ولكن قال عن تلاميذه أنتم نور العالم أيضا هو له سلطان أن يغفر الخطايا أعطى هذا السلطان هو خاص فيه شيء يتفرد به أعطى هذا السلطان للتلاميذ سلطان مغفرة الخطايا هو حجر الزاوية سمى بطرس كيفا حجر وعن باقي المسيحيين قال أنتم حجارة حية مبنيينك حجارة حية برسالة مار بطرس هو هيكل الله جسده هو هيكل الله يحل فيه اللهود جسديا هو حضور الله فيما بيننا عما نؤيل ولكن قال لنا ماربولوس أنتم هياكل الروح القدس فكل ما هو خاص بالمسيح الرعاية هو الراعي الصالح قال لي بطرس ارعى خرافي شوفوا كيف يشارك فيما هو له فإذا ما هو له هو خاصته الأبوة هي مطلقة لله ولكن نحن يمكن أن نصير آباء بالمعنى النسبي نستمد أبوتنا من أبوة الله هذا ما يجب أن نتعلمه إخوتي اليوم من الأبوة الروحية أي أن لا نبحث عن الأسماء والألقاب والتبجيل التي كان يبحث عنها الفريسيون كان يحبوا عطول رابي وسيدي ويا معلم ويا ملفون ويا أب لا نحن ولو استخدمت هذه الألقاب في الكنيسة ملفون وأبونا وإلى آخره استخدمت هذه الألقاب في الكنيسة ولكن استمدت أبوة هذه الأبوة من أبوة الله السماوي التي نعرف أنها تبقى خاصة بالله ونحن عندما نستخدمها لا يجب أن تكون أبدا مدعاة للإفتخار أو ألقابا للتبجيل أو للمجد الباطل بل يجب أن تكون فقط تدل على الخدمة التي نقوم بها كرعاة كأباء كمعلمين ونعطي المجد دائما لله له المجد الآن وإلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر